مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنظار تكميم المعدة بالمنظار تحويل مصار الاثنى عشر التحويل مع التكميم كل العمليات تجرى بالمنذار بفتاحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير السلام عليكم اسمي صبري المحمد السيد سني 45 سنة وزني 115 بعاني من بعض المشاكل في السمنة وقررت ان انا اعمل عملية وبصرحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعمل معاه لانه لقيته عامل حاملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر فقلت تمام اما تفعل ما هو ما شوف الدنيا ايه هتروح بنا غاية فين فالدكتور رحب بيه وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفين وتعالي انا عايزة اعمل عملية تكميم المعدة مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى اراجع عن نفسي وعن شكلي وتعالوا شاركونا العملية ونشوفوا بعد العملية بقى عاملة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري مادام صبري مية وخمساشر كيلو احنا عمل لها تكميم معده ان شاء الله تكميم معده بالمنزار عملية تكميم المعدة او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل المسار الاسم عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن الحقيقة طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العملية على حسب التطلبات المريض بعد اغسط تاريخ المرضي وتاريخ التخزية واذا كان في علاجات يعني بناخدها والسن حتى كمان كل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب لان كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفعلون كل العمليات حقيقة طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في اجراها عملية بتجرب المنزار خلال فتحات صغيرة اقامة اقل من 12 ساعة بعد العملية بنحرق بعد ساعتين بنشرب بعد 6 ساعات الريهابليتيشن او عادتنا للعمل بعد العملية بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل لشغلنا عادي نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد ويعني نزول صحي سليم وان شاء الله نطمنكم على مدام صبريم بعد العملية ان شاء الله دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصل عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان والي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم كل ده لازم يتشال بالنسبة قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهازة ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده المستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني بسيطة باستخدام كل التفنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عازل الجزء هي دببست وعازلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا ان العملية سهلة جدا في خلال عشر دقايب يتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكو عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا ورناها لكم دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل في المنظر ده هنشيلها بنتطلعها بتسألونا طبع احنا بنتطلعها اززاي بنتطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين سنتي بيتم يعني تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السؤال اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البرط الصغير عشان ما نعملش كتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من تسريب في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضبط جيمد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا بوزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترام المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طوالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني نوقافه اثناء العملية ما نصرفش العيان للظروف ما بعد العملية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي سابرين محمد السيد سني 45 اذا قررت ان اخلص من السمنة ساعدني الدكتور كريم سابري وقدمني العون واخدني ضمن الحالات وعملي العملية وكت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بخايف لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة مفاش اي حيك كل ما عليك بس ان انت يا دوبك تستفيك من البنك فوقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد ثلاث ساعت وديني قاعدة معاكم وباشيركم في اللي حصل لي مع الدكتور كريم وباشكر كثيرا كثيرا عن الدكتور كريم والطاعم اللي معا كله والطاعم التمريد والطاعم التساول كل كل حاجة شكرا جزيناها الدكتور كريم سابري بسم الله الرحمن الرحيم اطمانكم على مدام صابرين هي عملت الحمد لله العملية بالسلامة عملت عملية تكميم المعدة الهدف منها انقاص الوازن عملية تكميم المعدة زي ما قلنا عملية تجرب المنظر خلال فتحات صغيرة ما بعد العملية الحمد لله الانفاقة كويسة جدا الريهابيليتيشن او العادة للنشاط الطبيعي خلال وقت قصير جدا الخروج في المستشفى ممكن في خلال اتناشر ساعة ما بعد العملية عايز اوصل لسالة اقول ان عمليات انقاص الوازن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العملية اللي هي السيدس لتكميم تحويل مصاري الاثنى عشر هي كلها من العمليات الهدفة الى انقاص الوازن كلها عمليات امنة كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوازن وعليك بعض الامراض الاخرى بالنسبة شفاء قد تصل الى 100% في السكر وغصان السكر من النوع الثاني نسبة الامان عالية جدا لان طبعا احنا مستخدم يمكن اعلى الحاجات في كل حاجة منظر هايد اتناشن يمكن المستهلكات امريكية بالنسبة للدباسات او المستهلكات الطبية اطعم طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة ده كادر تغدير على اعلى مستوى المستشفى لازم تكون مجهزة على اعلى كفاءة يعني لاستقبال حالات السمن المفرطة يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقية الحالات والعمليات يمكن عايزة وصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعية السمنة بسبب مشاكل اجتماعية كبيرة جدا بتسبب مشاكل صحية كتيرة جدا بسبب مشاكل يمكن على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها فعمليات السمنة هي حلول امنة لعلاج السمنة المفرطة والامراض المصاحبة لزيلة مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنذار احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنذار تكميم المعدة بالمنذار تحويل مصار الاثني عشر التحويل مع التكنيم كل العمليات تجرى بالمنظار بفتاحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير الشعر هو تاج الرأس زي ما بيقولوا يعني بيزين الرأس سواء بقى الشعر ده لحد واحدة محجبة واحدة مش محجبة لرجل لستة كبيرة لرجل كبير هو الشعر أكيد بيدي شكل حلو جدا ووش بس شكل حلو هو لازم يكون كمان صحي لازم يكون ما فيهوش مشاكل ودايما بقول إنه الشعر من أكتر الحاجات اللي بتتأثر بحالتنا النفسية بحالتنا الصحية بشكل كبير جدا أكتر حاجة بتتأثر الشعر علشان كده لازم ناخد دايما بالنا منه ونعتني به وأنا النهاردة هتكلم عن منتج هايل جدا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة وهيساعدنا كتير قوي إن إحنا نتخلص من المشاكل دي سواء الناس اللي بتعاني إنه شعرها بيقع بطوله مثلا أو شعرها ما بيتولش أو عندها فراغات في شعرها أو شعرها خفيف أو مجعد يعني مشاكل كتير جدا ممكن تكون بتقابلنا كسيدات ورجال كمان هنتكلم النهاردة عن ساينو ماسي هير وهنعرف إزاي المنتج ده بيعالج مشاكل الشعر المختلفة كلها مع ضفنا العزيز دكتور أحمد رشاد أحد أعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير أنا دكتور أحمد أهلا بك يا يومنا إزاي صحيحة الحمد لله تماما الشعر ده تاج على راس أي حد طبعا بصور في النظر بقى إزا كانت لو هي كان على الستات إزا كانت الستة دي محجبة أو مش محجبة هو طبعا تاج على راسها وفي مشاكل كتير جدا للشعر أكيد طبعا ما بتنتهيش مشاكل طبعا سيها تنتهي مع ساينو ماسي إن شاء الله بالزبط ده هيبقى الحل المفالي والفعال لأي مشكلة من مشاكل الشعر بالحقيقة وده عن تجربة مش مجرد كلام ده تجربة أو حاجات مثبتة علميا طيب ساينو ماسي هير خلينا أقول للناس كده ببساطة إيه المشاكل اللي لو هي عندكم ساينو ماسي هير هيقدر يعليك رقم واحد مشكلة تساقط الشعر طبعا دي من ضمن الحاجات في المقام الأول اللي بيعالجها ساينو ماسي هير تساقط الشعر سواب على الأسباب المختلفة إزاي ما قولنا قبل كده برضو تساقط تساقط الشعر الوراثي أو التساقط الناتج عن أسباب عضوية تمام زي الأنيميا زي الخلل في الغضة الدرقية وغيره أو الخلل الناتج عن ضعف التغذية اللي وصلها للشعر آه وممكن يكون فيه فعلا ضعف التغذية وصل للشعر طبعا الناس مثلا النظام أكلها نفسه مش صحي ومش متوازن الناس اللي بتمشي ضايت لفترات طويلة طبعا الناس كتير أو نسبة كبيرة قوي خاصة من السيدات بيعملوا ضايت تمام أوقات بيبقى في البيت مع نفسها كده فالمحصلة طبعا اللي بيانتج عن كده ضعف التغذية للجسم عامة وبالتالي الغذة اللي وصل للشعر بيتأثر طبعا فهو فيه ألف سبب وسبب يخلي الشعر يعني يتعب أو يحصل له مشاكل بس خلينا نقول السكس اكشنز أو الست وظائف اللي ساين ومسي هير بيعملهم أو بيعالجهم في الشعر تمام نبدأ بالأكشن الأول طبعا اللي هو ستوب هيرلوس زي ما قلنا بيوقف تساقط الشعر وده بيحصل في الأسبوع الأول من استخدام ساين ومسي هيرل بيبتدي بيبقى ملحوظ جدا في بداية استخدام ساين ومسي هيرل في الأسبوع الأول تمام هنا يجي عندي برضو الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي عندها المشكلة في نمو الشعر الناس اللي شعرها ما بيتوالش دي مشكلة عارف ناس كتير قوي بتعاني منها وبالذات السيدات تفضل تحاول ان هي الشعر بيوصل لطول معين مهما تحاول ومهما تعمل ما بيتوالش عن كده تقص أطراف تعمل برضو مفيش فايل وتروح يقول للقعفار يقولك قص الأطراف طب وهي سدي ما بيتوالش أصلا هو وصل لحد معين بس زي ما بقول الغريب يتعلق بأشياء زي ما بنقول تمام فهي مثلا يتقلها تقص الأطراف هتطول تسمع من صاحباتها بقى سواء من كده تمام قص الأطراف وهيطول تقص تفاجأنا ما بيتوالش دلوقتي أنا بقى عندي حل جزري للمشكلة دي صينه ما سهير بيستخدامه ده هو بيحفز أصلا نمو الشعر فابتدي مع الاستخدام هبتدي لقى الشعر نموه اتحسن كتير جدا تمام ابتدى الشعر بيبقى صحي أكتر اللامعان بتاعه كمان بيبقى شايمي جدا ولامع جدا وبيبقى فيه الصحة يعني انت تشوف الشعر كده بيبقى الشكل مختلف تماما نتيجة فعلا بتبقى مبهرة سواء على مستوى التغذية او على مستوى الشكل طبعا والشكل مهم جدا طبعا شكل الشعر مهم لانه فيه ناس كتير جدا يعني ولا عندها تسقط ولا عندها خفيف ولا حاجة بس شعرها شكله مش حلو الزبط وحضرتك ذكرت نقطة حلوة قوي بالنسبة السيدات المحجبات تمام تقطية الشعر الفترات طويلة بتأدي في بعض الاحيات بالذات مع العامل الجوية الحر الرطوبة الكلام ده لنمو بعض انواع العدوى او الميكروباب سواء بكتيرية او فطرية وده بشكل غير مباشر بيقضي الى تسقط الشعر او ممكن هم ما يكونش عارفين خالص هم ما يكونش يعني في ناس كتير ما عندهاش معلومة زي كده تبصت لقى شعرها بسقط هي بتغذى كويس محافظة على تغذية كويسة تمام بس الفكرة ان هي برضو ايه لموضوع تقطية الشعر الفترات طويلة مع العوامل الجوية او احيانا بيؤدي لوجود ايه بعض البكتيريا او نمو بعض الفطريات اللي بتقدي على المدى البعيد ان هي سبب سقط الشعر دلوقتي ساينو ماسوهير حلية المشكلة دي بمنطهها البساطة مع استخدامه ومع بداية استخدامه في بعض المواد اللي دخلها في تكوين ساينو ماسوهير انتفنجة يعني حاجة مضضة حقيقي او مضضة للفتريات بيقتل البكتيريا او الفتريات اللي بتسبب بقى مشاكل زي السعفة اللي هي بنسميها التانية او التانية اللي هي اوقات بتعمل بقع بيقضي على مشكلة زي دي قشرة الشعر قشرة الشعر طبعا دي برضو حاجة فطرية ايه من العدوات الفطرية اللي بتحصل للشعر يعني هو في المقام الأول بيعالج الشعر ومشاكله المختلفة أو بيحفز على نمو الشعر وإيه كان أنا سألته هو إيه اللي اختلاف فيه لأنه فيه ناس كتير ممكن تقولك ما فيه منتجات كتير للشعر إيه اللي هيخليه مختلف أو إيه اللي هيخليني أضمن أنه يجيب نتيجة معي بالنسبة للاختلاف لا الاختلاف كبير كده أولا على مستوى التصنيع طبعا والجودة لا حاجة ما شاء الله يعني الكواليتي بتاعته عالية جدا سواء نتيجة تكنولوجي التصنيع نفسها أنا عندي تكنولوجي عالية جدا إننا التكنولوجي إننا تكنولوجي اللوrån真的 هي آخر ما توصل لي العلم في الصناعات عامتها وبشكل خاص بقى في صناعات مستحضرات التجميل ومستحضرات العنية بالشار طبعا فأنا عندي كواليتي التصنيع نفسها عالية جدا تاني حاجة المكونات المكونات اللي زي ما قلنا قبل كده اللي دخلها في التصنيع على ضرجة عالية جدا من النقاء ومن الجودة فده بتنعكس في النهاية على الكواليتي ثاني حاجة التركيبة نفسها أنا عندي مجموعة عناصر ومواد فعالة دخلة في تكوين المنتج تقريبا كل ما بيحتاجه الشعر من ناحية كل حاجة من ناحية علاج من ناحية حماية ووقاية من ناحية برضو الشكل تحسين المظهر وتحسين الشكل فأنا عندي كل ما يحتاجه الشعر موجود في حاجة واحدة طب النتيجة دكتور أحمد بتكون بعد قد إيه؟ بالنسبة للنتيجة بالنسبة لنقطة تساقط الشعر النتيجة بتبتدي تظهر من الأسبوع الأول من بداية الاستخدام ده للتساقط طب ده في حد ذاته خطوة كويسة جدا طبعا كويسة جدا أنا ببتدي ألاحظ أن التساقط بيتوقف تماما من بداية الاستخدام في الأسبوع الأول بالنسبة لأسبوعين اللي بعد كده التاني والتالت ببتدي بقى ألاقي الشعر الصغير بدا يظهر بشكل ملحوظ جدا طبعا الشعر الصغير بيظهر يبتدي الشعر حتى الخفيف يبتدي يتألف الفراغات تتملي تمام فيبتدي الشكل يتغير تماما بالنسبة لأفر العلاج الكامل ده بيبقى خلال ثلاث شهور وهو طبيعي لدورة الشعر بالزبط أي وزايا حضرتين تكرت كده تمام أن أصلا دورة الحياة الطبيعية للشعر هي الثلاث شهور فبالتالي الأفر العلاج الكامل بيظهر في خلال الفترة دي بالنسبة لقصة الصالع الوراسي بقى ده لازم على الأقل فترة تكمل ست شهور طيب أنا كنت سمعتك برضو في حلقة سابقة بتقول أنه هو بيطلع شعراتين في البصيلة الوحدة هو في حاجة تمام أنا عندي دلوقتي ساينوماسي هير تمام بيحفز يعني كذا مادة كمان مش مادة واحدة بس حوالي أربع أو خمس موضة من ساينوماسي هير بتحفز بصيلة الشعر غير إنها كمان عندنا مادة زي الجنسينج الجنسينج من الحاجات اللي بتزود عدد الخلايا في فروة الروس لأنها ببساطة كده بتمنع الميكانيزم بتاع الموت الخلايا فبتزود عدد خلايا في فروة الروس هي الخلايا اللي في الشعر بتموت؟ طبعا خلايا الجسم كلها خلايا الجسم كلها مش بس فروة الروس يعني الجسم البشري من طبيعته إنه بيعمل حاجة اسمها أو الموت الطبيعي للخلايا وبتتكون غيرها بتجدد يعني من ضمن عملية تجديد الخلايا تجديد للخلايا بالضبط أنا لأ أنا عندي بقى ما شاء الله يعني في من الحاجات اللي بتزود عدد الخلايا في فروة الروس عن طريق إنه هي بتقلل معدل موت الخلايا ده تمام آه يعني آه وبتالف عن عمد البصيلة الوحدة بتطلع لي شعرتين فدي مشكلة في مشكلة الشعر الخفيف بتبقى حاجة فعلا روعة ونتائجها مبهرة في الشعر الخفيف والناس اللي عندها فراغات شعرها أو جبنها عريض مثلا الناس اللي عندها فراغات الناس اللي جبنها عريض شوية الحتة الخفيفة في الشعر عمتا تمام؟ كل ده صين وماس يير بيقضي لي عليها نتيجة إنه طبعا أولا بيزود غزة بيحافظ نمو الشعر في المناطق دي تمام؟ ثانيا بيحافظ لي على الشعر اللي بينوى بعد كده يعني مش مجرد إن أنا آه بطول الشعر مش يعني لو وقفته الشعر هيرجع يقع تاني أو أي حاجة لأ ده ما بيحصلش وبعدين أنا أستخدمه يعني قويقايا بعد كده أنا ده منتج متى كامل بدل ما أستخدم منتجات كتير للعناية بالشعر أنا عمدي منتج واحد بيعمل لي كل الوظائف دي ولما بيستخدمها عمداء أولا هو فيه حاجة حلوة جدا هو بيحسد جودة الشعر الطبعية يعني جودة الشعر الطبعية نفسها اللي نبع من الشعر نفسه بتتحسن مش غير بقى ما أستخدم حاجة أو كده آه تقصد من غير مثلا ما للناس اللي بتستخدم فردة أو بتستخدم الحاجات دي بالضبط كده هو بيحسن الكواليتي نفسها بتاعة الشعر بيحسن بنية الشعر نفسها تركيب البروتين وتكوينه بتاعة الشعراية بيحسن الموضوع ده كله نتيجة ان احنا عمدنا عنصر البيوتين اللي موجود عنصر البيوتين ده يعني بيتفاعل مع الخلية بيكون لي الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية عبارة ايه زي الطوبة اللي بابني بيها البروتين بتاع الشعر هي الطوبة اللي بابني بيها البروتين فانا بوفر للشعر بنية قوية جدا تمام بطريقة آمينة جدا طب هو طريقة تستخدمه زي دكتور أحمد احنا بنستخدمه في يعني مسائم يوميا من 4 ل 6 بخات أحيانا ممكن توصل لمروتين في اليوم على حسب طبعا مقدار الضرر اللي موجود طيب وتدليك طبعا تدليك كويس جدا توزيع على فروط الرس وفي حاجة لازم نأكد عليها ان فروط الرس لازم تكون جافة تماما اه يعني من فجأة شعر مبلوء لا مبلوء لا طبعا لازم على فروط رس جافة تماما نبتد نوزعه بطريقة متوازنة على الفروة كلها مش على المنطقة اللي فيها هنركز على المنطقة اللي فيها المشكلة بالضبط وبعدين تدليك ويتساب ويتساب طبعا ما يضغسلش انا ممكن حطه عادي وانا ما فيش مشكلة وما يلاقش من اي حاجة منه الاصهر الضهني والكلام اه يا دي الحاجة الوحيدة لممكن تقلق بزرق الناس كتير بتشتكي بعد ما بتستخدم منتجات الشعر من اثر دهني بيه دايئة كتير جدا انا المشكلة دي مش موجودة عندي هنا في صين الماسية لانهو اكوا بيز او زي ما قلنا القاعدة بتاعته مائية فمش هلاقي مشكلة الاصهر الضهني او التزييف اللي احنا زي ما بيقول عليه شغال لمدة اربعة وعشرين ساعة بيتلقي كل الاستفسارات وتساؤلات من السادة المشاهدين اه ساينو ماسي هير منتج على جودة عالية جدا منتج بيعالج لكل مشاكل الشعر من حيث يستساقط من حيث تلف ودي نقطة مهمة جدا برضه طبعا تلف الشعر دلوقتي احنا بنتعرض لكمية عوامل وكمية ملوثات بنقابلها في حياتنا يومية والله بتاع التغليب بالضبط غير المنتجات اللي ممكن بنستخدمها الشامفو وخلافه كل ده بيأثرلي على الشعر سواء على المدى القريب او على المدى البعيد انا عندي قبل صبت كده طيب السن السن احنا بنبدأ من ممكن 18 سنة وفوق لأي عمر بقى رجل او سيدة والرجال اعتقد يبقى بقى يسمع طبعا في ناس كتير قوي بتهمل حتة الرجال شوية لا ازاي ده انا بتحييق لي هما هيبصتوا بقى طبعا احنا عندنا دلوقتي رجال كتير دلوقتي بتهتم بالموضوع ده بالموضوع ده بموضوع الشعر طبعا هي بتنعكس على شكل الراجل وثقته بنفسه طبعا فناس كتير او ممكن تفتكر ان الراجل لا مش مهم لا طبعا لا مهم طبعا ازاي مش مهم لا طبعا ولو شعرهم خفيف داي يحفز بالضبط هو برضو بيحافظ نفس القصة زي ما قلنا بيحافظ على صحة الشعر لا معانو المشاكل زي ما قلنا التساقط اللي بيعاني منده رجال كتير على فكرة يمكن الاسباب بتختلف شوية نتيجة الضغط النفسي عوقات ناس كتير بتحط في ضغوط دلوقتي ضغوط الحياة بتأسر على ناس كتير دلوقتي بتأسر على حالتها النفسية بتصدد تساقط الشعر وده السبب الشيء على فكرة في الرجال الضغط النفسي بيسبب او السترس بيسبب تساقط الشعر طيب انت قلتينو بيأخر الشعر الابيض احنا عندنا دي نقطة برضو كويفة ان حضرتك اثرتيها عندنا مكون من مكونات سينو ماسيهير اللي هو الروزميري الروزميري مذبط علميا ومن ضمن التضارب والابحاث اللي تمت ان هو بيأخر ظهور الشعر الابيض في الناس اللي هما سنهم صغير طب حلوة في بعض الناس بيبقى عندهم الشعر الابيض ورافق فمع بداية الاستخدام المبكر ومع بداية ظهور الشعر ده سينو ماسيهير بيأخر لي العملية دي وبيأخر لي ظهور الشعر الابيض ده دي حاجة كويسة جدا وانا مبسوطة بسينو ماسيهير الحقيقة واكيد في ناس كتير هتبقى زي مبسوطة انه اتوجد حاجة زي دي انا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معي ضيفي العزيز دكتور احمد رشاد هنروح للفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا هحكيلكو حكاية دي ندى بقى لها كتير قوي نفسها تخس وعندها مشكلة في منطقة البطن والاجناب والضهر والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه وطبعا اللبس ده اللي بيلمي الدنيا ويدار الدفوهات زي ما بنقول حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايول اللي بتحبه من كتر ما كانت زهقانة فقدت الامن وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفة تخس ولا تعمل ضايف دي ما كانتش بتعرف تحط رجلة على رجلة كانت ما بتحبش تنزل من البيت وده كله بيرجع لسقاتها اللي كانت مهزوزة بنفسها وشبه مش موجودة اصلا وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقيت المركز الطب الدولي وحلاب بتتكلم عن عملية شفط الدول وفعلا راحت المركز الطب الدولي وقابلت الدكتور وأقنعها بالعملية وعملتها وبصراحة ما كانتش مسدقة انها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة بس بعد عشر ايام نددت واحدة تانية خالص دي بقيت تعرف تحط رجلي على رجل وبتنام لحد ما بتشبع نوع وطبعا سيبكوا من كل اللي فات دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحب شكرا للمركز الطب الدولي اللي رجع لها سقطها في نفسها مرة تانية سيدات كتير جدا بتبعتلي بتشتكي من مشاكل في الثادي فيه سيدات كتير جدا بتسأل عن عمليات تكبير الثادي هل العمليات دي سهلة هل العمليات دي بسيطة يعني جراحات تجميل الثادي بشكل عام هي منتشرة على مستوى العالم كله سواء تكبير سواء تصغير سواء رفع او شد تراهلات وسيدات كتير كمان بتعايني من مشاكل الثادي المختلفة لذلك احنا النهاردة هتكون فقرتنا دي عنا عمليات تجميل الثادي المختلفة مع ضفنا العزيز دكتور ايمن انديل استشاري جراحات التجميل في المركز الطبي اهلا دكتور ايمن اهلا وسهلا يعني من اكتر الاسئلة اللي بتتبعتلي اكترها شيوع يعني هي الاسئلة اللي فيما يخص عمليات الثادي سواء تكبير سواء رفع او تراهلات مثلا بقى فيه تراهلات او تصغير يعني انا عايزها في البداية ايه الاسباب اللي تخالي اي سيدة تعمل عمليات تجميل في الثادي فيه اسباب اصلا ورصية يعني فيه وهرمونية يعني ممكن شبات صغيرين يعني بعد البيوبرتي بعد سن البلوغ بيبقى سيدروم صغير ده سبب فيه سبب تاني الرضاعة طبعا وفيه سبب تالت اللي هو التخصيص الرجيم القاسي او بعد عمليات التخصيص او نزول الوزن بكمية كبيرة وفيه اسباب بتخلي السدر يبقى كبير زيادة عن حجمه وده بيبقى حاجات ورصية يعني طيب يعني ايزا هي دي الاسباب لتغير لتغير الشكل الثدي عند بعض الانس كل حالة من دول لها طريقة في العلاج طب تقول لنا طب ازاي يعني نصنف لنا الحالات كده وقول لنا دي بتتعالج ازاي ودي بتتعالج ازاي هو فيه ثلاث انواع من المشهورين يعني لو انسها مثلا اه انسها مثلا البريست عندها صغير السادي عندها صغير فده بنكبره بنعمله حاجة اسمها زيادة في الحجم بان احنا بنحط له حشوة او امبلانت زي السورة اللي معنا كده هي دي اه اوكي الازرق ده الامبلانت اه والامبلانت دي بنحطها من جرح صغير جدا هو ده ده شكل الامبلانت ده السيليكون يا جماعة اه يعني ده السيليكون ده السيليكون باك ايه دكتور ده السيليكون باك اللي هو الحشوة نفسها اه دي الحشوة دي مقساتها دي مقساتها ده مقساتها ده مقس مئتين ملي. على الشمال ده ما اصل بعمية ملي. ما عايش هو سيليكون ده بيبقى مبطط كده ولا بيبقى زي الكورة? لا مش زي الكورة لا مبطط. مبطط اوكي. في منه مبطط وفي منه له تيل كده شوية. اه اه. ليه اشكال يعني. اه له اشكال اه. طيب دي طريقة الهي. دي عملية الرفع السادي. طيب احنا رسا ما تكلماش عن الرفع يا جماعة احنا رسا بنتكلم عن التكبير. ازن لو انسة بيتعمل لها عملية اللي هي السيليكون. اه. طب انا عاوز اعرف التفاصيل بقى لانه انت عارف الانسات بيبقوا ايه. اه. يعني قلقانين شوية وعاوزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن العملية. طب. الجرح يبقى عاملية زي? الجرح. اه. الجروح بتاعت العملية دي بتبقى في تلت اماكن. اه اما تحت البط. اه اما حوالين الاريولار اللي هي الهالة. اه. انما المكان المفضل لمنعظم الجرحين اه تحت البريست. تحت السدرة على طول. اوكي. طب بتتحدد ازاي? يعني مين بيحدد المكان اللي هيتزرع منه? الجراح هو اللي بيحدد. الجراح بيحدد وكلنا تقريبا دلوقتي بنعمل الجرح اللي هو اللي تحت البريست. اه. اللي تحت الساتي. اه. لأ مش. مكان مختفي تماما. دي التلت اماكن اللي بيتحط منها من خلالها السيليكون. طبعا مش التلت اماكن بيبقى هي بتبقى مكان واحد. اه مكان واحد في العملية بيتم اختياره. وكلنا بنفضل اللي تحت السادي. لانه بيبقى ايه مش باين. مش باين خالص لانه في الفولد اللي تحت السادي ده ما بيبقى نشه خالص. اه. طيب هل فيه اه طريقة معانة لزرع بقى او حط السيليكون ده? يعني انا سمعني فيه بتحطه تحت العدل. اه ما هو ازا كانت ازا كان البرست ده فيه انسجة. اه. فبنحطه تحت ال ما بين ما بين العضلات وما بين الدهن. وما بين الانسجة. يعني ايه فيه انسجة دكتور مش هو اقايم. ما هو. طبعا يبقى فيه انسجة? اه بيبقى يعني اللي هو يعني مش صغير قوي. مش جلد بس. تمام. يعني لو هو جلد بس. اه تقصد فيه فات يعني فيه نسبة تهون. فيه فيه نسبة تهون ونسبة غدد اه معقولة. اه. فبنحطها تحت الغدد على طول. تمام. تمام. لكن لو هو على الجلد على طول وفيه دي حاجات وفيه اه 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 حاجات بتبقى عيوب خلقية اصلا. اه اه بريست موجود وبريست لقة. اه طبعا فيها. اه فبنحطها تحت العضلة. اه. بنحطه في الحالات الحالات زي دي تحت العضلة. لما يكون ما فيش انسجة كتير. طيب السيليكون من الحاجات اللي بتعيش مدد اه طويلة عشان. فاللايف. على طول. مدى الحياة. مدى الحياة. مش محتاجة تغيره ومش محتاجة تشيله. مش محتاجة. لا 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 ده مدى الحياة وبتاخد عليه جرانتية كمان. اه. اصلا. اه في تعرف يا حاجات كوميدية بتنتشر على على موضوع السيليكون ده. الحياة مش عارفة بيجيبوها منين الافكار دي بس يعني انه لا ما فيش الكلام ده خالص يعني اه بيقولك الضغط ومش عارفة ايه والحرارة. لا 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 الكلام ده كان زمان اوي. اه. لا لا دلوقتي السيليكون باكس دي اه معمولة بتكنولوجي اه عالية جدا. اه. درجة ان لو جبنا سيليكون باكس زي الحريك شفتيها الوقتي دي. اه. وخرمناه بابرة كده ما تخرش. اه. يعني لو جبنا ابرة. يعني مؤمنة جدا. مفيش لا يمكن اه خلاص. اه. الكلام ده كان زمان لما كنا بن يعني ده موديلات قديمة. اه. بطلت بطلنا استعمالها من السنين طويلة اه. طيب. اه الانسة دي لو تحب تتجوز. ده هيبقى لي اه تأثير مسلا على الحملة او الرضاعة او الحاجات دي. خالص. لا الاحساس. لا السنسيشن ولا الاحساس ولا الرضاعة. اه. بتردع عادي جدا. مالوش اي تأثير خالص. وطبعا مالوش اي. ولازم ننبه كويس جدا ان مالوش اي تأثير على انه يقلب لكانسر. لا. نهائيا. يعني لازم الناس تشيل الفكرة دي من دماغها خالص. طيب. احنا عاوزين نشرح العملية بتتعمل ازاي? او بتستغرق وقت قد ايه? او البنج المستخدم فيها بيكون ازاي? بعد ما السيدة دي او البنت دي بتطلع من العملية. بتقول لها عملي ايه ومتعمليش ايه? يعني الاجواء بتطلع من العملية. هو كل الكل اه وممكن يتعمل طبعا ببنج موضعي بس احنا بنفضل بنج كلي. عشان العيان بيبقى يعني بيبقى منزعج يعني او العيانة يعني. الجرح. تبقى الانة يعني? تبقى الانة شوية. تبقى الانة شوية. فبدأ ما تبقى الانة او تشوف الموضوع بسيط جدا جرح تلاتة سنتي بالكتير. اه تحت البريست. وبندخل منه او الزرعة او الحشوة. وابنقفل الجرح دوت وخلاص. تلبس كرسي معين. برا معين. ام. طبي. ايوا. اه وبنفوك الورص بعد خمسة ايام يعني. وبس وبعد كده اعادي خالص. اعادي خالص. ام. تعيش حاتها اعادي جدا يعني. طيب احنا انا حبا احنا نتكلم شوية بقى عن الرافع. او ايه يعني مثلا ام بقى وخلفت كذا مرة وحصل تراهل مثلا اه انا عاوز اعرف ايه موضوع الرافع ده. وهل لو اي واحدة تقررت انا تعمل عمالية رافع للثاد دي لازم تحط اه سيليكون برضو. لا 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 الرافع بقى بيبقى عندنا حالتين في الرافع. ام. ازا كان البرست فيه انسجة يعني مليان. اه. يعني متهدل يعني اه. متهدل بس في اه انسجة. اه. فدي احنا دي بدي له عملية. عملية. يعني صورة طيب. دي صورة. قبل العملية. احنا بنعمل علامات معينة. ام. علشان نشوف مكان الارلة. هنا حركت تاخدي بالك. ان الناحية اليمين او الشمال يعني. ناحية الشمال معمولة. دلوقتي الناحية اليمين مش معمولة. تمام. تمام. طيب اه ازا اعمالية الرافع بتعتمد على حاجتين. سواء اه كان الا. احنا عايزيه الفيديو عاد ازنكو اللي معينا. اه هو ده الفيديو. اه ده الفيديو اه. بنحط العلامات معينة ونجيب مقاسات معينة. اي حاجة كده وبنفتحها وخلاص. ام. في مقاسات اتنين وعشرين سنتي في حتة. او عشرين سنتي في حتة. ام. وبنحدد مكان الحلمة هتكون موجودة فين. ام. وبنفتح حوالينا الحلمة كده حاجة بسيطة. ام. ده الرافع يا جماعة. ده فيديو للرافع. اه ده الرافع اه. اللي عندها تراهولات او تهدلات. اه. ده من غير سيليكون. ده مش هنحط له سيليكون ده مصر. ده لان فيه انسجة مليئة من نسيج. تمام. احنا هقول الحكاية هنرفعه ونصغره. اه. 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 اه بقى لك بنشيل الطبقة الرفيعة اللي فوق الجلد. ايبا. وبعدين بن اه بنشيل بقى الجزء اللي هو احنا حسبينه. ام. اه من الانسجة انه هو زيادة. ام. بنشيله ونرجع نقف للجلد تاني على الارلة. ام. ومكانها الجديد. طيب. يعني عمليات رفع الثدي عمليات سهلة يا دكتور. جدا. من العمليات السهلة. اه عمليات سهلة جدا. يا بس تاخد يعني وقت اطول سنة صغيرة. ام. من عمليات الحشو. ام. او. لكن لكن اه عمليات ام. اه بسيطة يعني. طيب. احنا للأسف احنا حلقتنا خل. اه فقرتنا دي خلصت. بس انا كنت حابة انه نتكلم عن العمليات المتصغير برضو. اه 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 في ناس كتير برضو بتضطر ان هي التجميل باقي دكتور ان هما لقدر الله رب الله ما احفظنا يعني وحفظ المشاهدين جميعا. الاستقصال والحاجات دي. فا اعادة البناء كمان ده مهم ان احنا نتكلم فيه بس هيكون في حلقة تانية ان شاء الله. اه طبعا اكيد. انا بشكرك دكتور ايمان على وجودك معي. ضيفي العزيز دكتور ايمان هنروح لفاصل لسه عندنا فقرة أخيرة بعد الفاصل استمنونا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد هو أحد من المصدرات أكثر في العالم هذا مصدر يمكنك تبدو 10 سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونك أسد والسرمايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة هو الأصغر المصدرات كافيار كولاجين سيرمايد والهايلورونك أسد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من حكومة دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب السيدة لازم تهتم بنفسها في جميع مراحل عمرها وأنا في وجهة نظري المتوضع أن كل مرحلة عمرية وليها جمالها وليها أحسسها الجميلة يعني مثلا أنت بتبقي في مرحلة الشباب مرحلة الانطلاق والانبساط يعني لسه صغيرة مفيش مسئوليات يعني بتبقي مهتمة بنفسك بشكل كبير نيجي بقى المرحلة لما تبقي أم بقى وتتجاوزي برضو دي لها يعني إحساس حلو جدا أنك تبقي مسئولة ويبقى عندك أولاد بتعتني بيهم وبتحطي كل مجهودك علشان تشوفي بعد كده ثمرة مجهودك وتجمي يعني ثمر تعبك ده مع أولادك وتشوفيهم أحسن حاجة في الدنيا بتجي بقى المرحلة بعد كده اللي هي الأسرة بقى الكبيرة وبتلاقي أولادك دول كبروا وبيتلموا حواليكي وبتبقي أنت مصدر الحب والحنان والأمان وحاجات كتير قوي حلوة فكل مرحلة السيدة بتمر بيها أو الرجل كمان يعني بيبقى لها صفات جميلة وبيبقى لها أحسسها الجميلة لكن اللي المفروض بقى يفضل معانا في المراحل المختلفة مراحل عمرنا المختلفة هو ما يتغيرش هو حفاظنا على نفسنا وحفاظنا على شكلنا واهتمامنا بنفسنا يعني في كل مرحلة لازم نواكب التطور ونواكب نشوف إيه الجديد ونسأل عنه نجرب الحاجات اللي ممكن تبقى مفيدة خاصة لبشرتنا وأنا طبعا بتكلم عن الرجال وعن السيدات فالبشرة الحلوة بتدوم عمر طويل وبتعيش مدة طويلة جدا وكل ما تكبري تلاقي ما يبانش عليك ما شاء الله تلاقي أولادك كبار وأحفادك كبار وانت لسه بجمالك وبرونكك وبجاذبيتك اللي ما بتنتهيش أبدا من الحاجات اللي سيدات كتير جدا في جميع مراحل العمر المختلفة بتسأل عليها ومهتمة جدا إنها تعرف معنوات أكتر عنها هو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا دي مع دفتي العزيزة دكتور هند نصير مدير التطوير والأبحاث في شركات ماسي فارم أهلا يا دكتور هند أهلا يا يومي عامل إيه؟ الحمد لله يعني مراحل العمر المختلفة زي ما قلت كل مرحلة وليها جمالها بس اللي المفروض نحتفظ بيه ونحافظ عليه هو جمال بشرتنا وجمال شكلنا ده اللي بيدوم معينا صح ولا غلط؟ صحيح مظبوط هو في الحقيقة المفروض إن كل امرأة صغيرة كانت في السن أو في كل حتى المراحل العمرية بتاعتها تهتم بنفسها وبالجلد مهمة قوي إن أنا أهتم ببشرتي طبعا البشرة دي هي أول حاجة لانتباعها يعني أنا لما بشوفك فانتباعي الأول أقول الله أنا نفسي أكون شبهة نفسي تكون بشريتي نقية نفسي تكون بشريتي صفية نفسي تكون بشريتي رطبة فالبشرة بتعكس يمكن 70% من الجمال بتاع الوجه صحيح بالزبط كده بتديكي إحساس إن أنت أنا بكشفك بقدر أقول أنت نايمة كويس بتحتمي بيها ولا لأ بكتشف شخصيتك من خلالها كل ده طبعا إحنا بنشوفه مع كل اللي بيهتموا وروتينهم اليومي هو استخدام كريم علشان يحافظوا على البشرة بتاعتهم طبعا الكريم يعني اللي عامل طفرة في التجميل مؤخرا لأن المحتويات بتاعته كلها حاجات مغزية فعلا وبتدي نضارة وبتدي جمال للبشرة هو ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أنا شايفة إن استخدامه لفترات أنت حتستخدميه هتبدأي بيه الأول ويبقى روتين ليك يومي ويبقى الروتين بتاعك اليومي اليومي طبعا تحطيه صباحا وتحطيه مساءا تمام ماسي دورو جولد اللي تعرف عن دكتورة هند أنه هو بيديكي لك أصغر عشر سنين من سنك الحقيقي فعلا هو ماسي دورو جولد أنا شايفة إن هم يعني ريسيرشز على الكريم ده ست سنين في الست سنين في إطالي الصناع طبعا ده الإطالي في الست سنين كل ما يتعلق بجمال البشرة ونظرتها موجود في ماسي دورو جولد يعني أنت عندك مثلا ماسي دورو جولد في دهب 23 إيروت الدهب ده الواحده كفاية إن أنا أقولك إنه هو حيعمل تغزية للبشرة حيعمل نظارة للبشرة وحيدي جمال ورونق للبشرة الواحده 23 إيروت طيب الدهب لو إحنا جينا نشوف جزيئات الدهب لوحدها ممكن تعمل إيه للبشرة جزيئات الدهب بتعمل تغزية الآيونات بتاعت الدهب بتحسن الدورة الدموية تحسين الدورة الدموية ده مهم جدا علشان كده كمان الكريم ده لما تيجي تضعيه يعني تحطي بقى الكريم على البشرة تلاقي فيه اختلاف اختلاف في الفيلنجز اللي أنت هتحسيها لأن الإحساس بيه هتلاقي فيه شوية سخونة بسيطة على الجلد تمام شوية إحمرار السخونة دي نتيجة إن إحنا علّى البلوت فلو أو الدم تدفق للمنطقة دي وبالتالي لما حصل كده حصل إن جزء ده بقى فيه دموية محمل بالأكسجن فيه نضارة فالدكي جمال من نوع خاص كتركيبة فأيونات الدهب بتعمل نورشنج بتغزي البشرة وبتعمل ترتيب طب إيه كمان طب لما نيجي نشوف حد عنده تصبغات أو بقى مثلا بتعالجها بتعالج البقى لأن الدهب بيشتغل على صبغة الميلانين الزيادة ودي المسؤولة عن التصبغات اللي موجودة في البشرة فإحنا عايزين نشيل ده وعايزين نحافز ونرجع لون البشرة للطبيعي ونشيل التصبغات حيبقى موجود في الدهب عنصر الدهب لوحده عنصر غاني يعني جولد سجولد هو عنصر غاني طبعا وقيم إنه هو يكون ده فيه منتج بيبقى حاجة واحدة شوفي بقى إحنا حطين دهب 23 حطين كولوجين طبعا الكولوجين من المعروف لأن فيه ناس كتير جدا جدا فاهمين إن الكولوجين يعني المحتوى بتاع الكولوجين هو الفيلر أيوة وكمان بيقولوا إن الكولوجين بيفضل معاك يعني أنت ما بتتأسريش بتكبري لكن الكولوجين زي ما هو بتعرف إن فيه ناس كتير لأ طبعا متخيلة إن إيه قولك أنا حط الكولوجين ديه ولهو أنا ماذا يا المشكلة هو إيه أزاي ما أنا شعري بيتول زي ما أنا كذا زي ما أنا وما للناس اللي بتعجز دي بتعجز ليه ايوة التجعود اللي بتطلع دي بتطلع نتيجة إيه ما هو فقد الكولوجين او ان الكولوجين قلف تحت الجلد بتاع الجزي او بطالك تجعيب مظبوط الكولوجين لما بيقل هو والإلاستين تحت الجلد ومحتوى الماية الجزء ده لما بيقل بيبتدي يحصل يبتدي يحصل خطوط بقى جمدة وتجعيدة عميقة نتيجة ايه نتيجة ان الكولوجين نفسه قلف البشرة الإلاستين قلف البشرة فابتدى يحصل التجعيد اللي طبعا احنا مش عايزين نوصل لمرحلة دايما ان انا اتأخر اتأخر في اهتمامي بنفسي هو ماسي دورو جولد هو اهتمام هو اهتمام صحيح انت حابة تكوني جميلة او انت حابة بقى ان الاتموسفير والشمس والحرارة وما تهتميش فكل الحاجات دي يتأثر عليك بالمناسبة كمان ان الكافيار اللي موجود في ماسي دورو جولد بصي انا بحب الكافيار قوي كمان موجود في ماسي دورو جولد فمديني نوعا من انا حاسة ان انا بحط حاجة كريم ملكة بالزبط يعني الكافيار فيه كمية من مضادات الاكسادة ومن الاملاح المعدنية اه انتي اكسدينت راهيم مليان مضادات اكسادة طيب كمان فيه فيتامين اي فيتامين اي دا الواحده للبشرة دا سحر طبعا فيتامين اي دا الواحدهم بيبقوا ساعات فيه منتج تدوري تلاقي فيه فيتامين اي او فيتامين لوحده هو فيه اصلا فكرة انه تلاقي 56 مكون في حاجة واحدة دي اه تؤول من عمل الموضوع دا او فعلا يعني مفيش حد عمله غير كوي او فعلا فعلا الكريم دا انا شايفة انه هو كل حاجة تجميلية علاجية ام الهيرونيك اسد اللي موجود في الحقن بتاعت الفرر هاي المادة المالئة ام هي عبارة عن اللي هو الهيرونيك اسد دا موجود المادة دي موجودة في ماسي دورو جولد ام وكمان في ماسي دورو جولد اه مادة تانية رائعة جدا انا دايما بحب قوي ان انا اذكرها هي الارجلين ام او الاسيطال هيكسل ببطايد ودي من المواد المستخدمة في علاج بقى التجعيد بتاعت الخطوط التعبيرية ام الخطوط التعبيرية دي حاجة بتدايق الناس كلها وحتى في سن صغير اللافلينز الخطوط اللي حاولين بتاعت اللي بتسايمة وانتي بتتحكي ام فيه ناس على طول ماسي بيعالج الخطوط التعبيرية دي الخطوط التعبيرية اه عشان المادة دي موجودة المادة دي زي البوتوكس مش كده اه المادة دي فعلا اكت لايك بوتوكس بالزبط بتدي طبعا بس مع اختلاف الميكانيزم على العضلة ولكن هي بتديكي نفس مش هي مش نفس المادة ولكن نفس التأثير اه بالزبط نفس الأفاكت اه فالاستال اه هيك ساببطايد لقوا في الريساجز مؤخرا انها بتعمل ريلاكسيشن وتعمل ارتخاء في العضل ام المعروف ان احنا وإحنا بنتسم وإحنا بنتحك واحنا بنتحك قوي كل ده المسؤول عن فتح الفم المسؤول عن الداحك كل دي عضلات حوالين الفم اه تمان هنا كده او هنا حتى دول كل دي دي كلها بشغل كده عضلات وشي ام فلما باجي احط ماسي دوري جولد انا باستخدمه هنا باستخدمه هنا كمان البنات انا باين بحطه هنا بحطه هنا كمان هي طريقة الاستخدام ازاي دكتورة؟ طريقة الاستخدام بقى احنا عايزنا هتكون احنا طبعا ننحطه على الرقبة ام وعايزنا هتكون من تحت الفوق ام نوزعه كده اتجاه الجاذبية اوكي من تحت الفوق ام تبقى اكيد انتو بتدعو اه احنا شايفين الفيديو معنا بتاع الطريقة الاستخدامنا انه مهم جدا وطبعا احنا عايزين يقول ان هو ضغط هو ضغط ما بيتفتحش لا 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 ما بيتفتحش هو ضغط دي اقوى الطريقة بسيطة very simple ان انت تستخدميه ام تحطي بقى تضعي كمية مناسبة على حسب كل ام كل بشرة ام ممكن نحط ضغطة اتنين تلاتة ام ام على حسب على حسب حجم الوش انا بقول لازم يكون روتين عشان تجيبي نتيجة حلوة انا عايزة برضو البنات اللي بتستخدمه وكمان الشباب انا مش عايزة انسى لان فيه رجال كتير اصبحوا برضو في الفترة الاخيرة بيهتموا ان هم عايزين يحافزوا عن نظارة طبعا وخصوصا المدخنين لان التدخين طبعا احنا عارفين ان التدخين ده من ضمن الحاجات الكتير اللي بتأثر وبتجهد البشرة عندنا والخلايا بتاعتنا احنا عندنا هنا في الكريم الكافيار الكافيار بيشتغل ضد الاشاعة ألترا فيلوت سوري ألترا فيلوت اي وألترا فيلوت بي فضد أشاعة الشمس كمان وده مهم جدا يعني ينفع صباحا كمان يعني ينفع زي زي كواقي من الشمس اه انا بستخدم الكريم ولازم يعني اول ما باصحة من النوم بستخدمه وبعد كده بستعنى شوية وانزل بقى ممكن نحط شوية بلاشر شوية بلاشر كده يومنا ما يمنعش شوية روش شوية مسكرة آي لائنر كده بسيط اه بس مش فول ميكب اه بلو فيه ناس بتبقى حعملة فول ميكب انتي بعد فترة هتحبي النضارة الجلو اللي طالع الدهب من الحاجات المغازية جدا من بشرة واللي بتدي جلو انتم متخيلين انكم بتحطوا دهب ايوة اه دهب دهب يعني على بشرتكو يوميا على البشرة بنيدي جلو نضارة ده حاجة عظيمة جدا طبعا حاجة بصي تلاقي بوش يعني احساس حلو اصلا اه اه احساس حلو انتي بتحطي على وش كده دهب ايه ايه دلع ده اه اه يعني تحسي ان الكريم انريتشت بفايتامينز وبعناصر حقيقي فعلا انا شايفة من كل يعني كل امرأة لو جربت ماسي دورو جولد هي هتحسي الاحساس ده لان ده دايما فيدباك من الناس اللي بتشتريه تقولولي يا دكتورة هند احنا بعد فترة وبعد فترة لاني دايما اقول عشان تحسي باي تحسن النتيجة والنتيجة جميلة يبقى احنا هنستمر على كده فترة الفترة تلت شهور يعني من شهرين لتلت شهور مش كتير ودي فترة بس بتحس بالتحسن طبعا بتحس بالتحسن طبعا المعروف ان الكولوجين والخلايا بتاعت الكولوجين بتتجدد من شهرين لتلت شهور فدي الفترة انتي فعلا هتحسي الله انا ايه ده انا وشي بقى نظر يعني الفاين لاينز اللي كانت موجودة مدايقاني بتاعت تتحسن اللاينز اللي حاولين بتاعت الضحكة اللايف لاينز واحنا بنضحك الحاجات دي الى جانب الترتيب هو بيصغر عشر سنين ليه بيصغر عشر سنين كمان لان السيرامايد يعني السيرامايد من العناصر اللي فعلا بتدي للبشرة نضارة لان احنا ما بنشرفش ماء كتير فحياتنا الطبيعية انا يمكن بقول الماء الكتير دي فدايما الخلايا كمان محتاجة ان احنا يعني حتى جلدنا يقولك حتى لو جلدك جلد محتاج ماء كتير ماء كتير السيرامايد بيقل بيحصل ايدجينج زي ما احنا بنكبر والكولوجين بيقل كمان السيرامايد بيقل مع السنين فاحنا لازم نهتم ان السيرامايد دي من المواد الحلوة قوي اللي بتحافز على محتوى الخلايا من الماء وبتمنع ان احنا نفقد الماء فطول الوقت ده يبقى بشرتك فيها هيدريشن رتوبة وطول ما البشرة فيها هرتوبة ما بتعجز ما بتعجز علشان كده بنقول انه اصحاب البشرة الدهنية محظوزين ايوة لانه هم بشرتهم اه ممكن تكون بتطلع فيها حبوب مثلا او مشاكل او داع بس ما بيعجزوش بسرعة زي اصحاب البشرة الجفة مظبوط صحيح هو فعلا كده فانا اهم حاجة عندي الجفاف بتاع البشرة لا انا مش عايزة جفاف في البشرة تانية حاجة كمان مهمة جدا في ماسي دورو جولد في الحقيقة عارفة ماسي دورو جولد معمول بتقنية رائعة والاحدث تقنية على مستوى العالم النانو تكنولوجي النانو تكنولوجي دي تقنية بتضمن لي اننا الكريمز كله امتصت في بشرتي المحتوى اللي انا عايزة اخليه يدخل البشرة ويستفاد منه ده موجود في الكريم بتاع ماسي دورو جولد لما تيجي حتى تحطي الكريم وتفرضيه على وشرتك انتي هتلاحظي ان مافيش ملمس دهني اوكي وكله امتص وده هيسهلك حاجات كتير او هيسهلك ان انتي لو خرجة شوية روج زي ما قلت لك في السريع واخرج ليه لانا لو فيه طبقة دهنية انا حبقى خايفة وانا نزلة التراب تراب اه انا مش عايزة كده ده انا عايزة هتلاقي بصي اول ما تستخدميه في الاول دايما اقول كعلاج هناخد فترة اي حاجة ما نستعجلش عليها ده انا عشان ابني مصص في جسمي عايزة فترة عشان اطول شعري واهتمي به برضو عايزة فترة من المتابعة وكل يوم لازم اكون يوميا بعمل كده ده روتين يومي مش فجأة كده في يوم وليلة ايه ده انتي ايه اللي حصلت يعني هو كورس علاجي يا دكتور احيس علاجي وبعدين اعتقد انه بيغني يعني حاجات كتير زي كريم الليل كريم النهار اه انا في الاول كنت كده يعني انا في الاول كنت ايه اجيب كريم اعطبعا بعد قدما انظف البشرة كده ينصر اجيب بقى كريم علشان خاطر اشوف هحط الاول ايه هحط المادة الفلانية ودي قصة بايخة او اه دي قصة بايخة ويطلع من الموضوع ده بتشيلي وتحطي ده موال لكن احنا لما جمعنا كل العناصر المفيدة والمغزية للبشرة فانتي بقيت مش محتاجة تحطي حاجة غير الكريم بس ماسي دورو جولد تحطي احسن حاجة تحطي بقى على بشرتك قبل ما تنامي شوفي بقى الصبح النضارة اه شوفي بقى النضارة بس هو عشان نوضح لسادة المشاهدين انه مش ماسك بتحطه ويتغسل انتي بتحطيه وتنامي بي يعني بتحطي ماسي دورو جولد وتنامي بي بحطه بنامي الصبح بقى لما ببص على بشرتي ألاقي بقى في نضارة لان كل الجزائقات وكل العناصر اللي موجودة البشرة انتصتها فبقى قد افكت فبيبقى فيه تأثير واضح لما بنيجي نستخدمه تأثير بتحطيه بتشوفيه بتلمسيه بعد فترة قليلة اللي هو تأثير الجلو والنضارة واللي وصادي يحسه يعني اللي ما شفنيش بقى له فترة مثلا او كده يحس ان فيه فعلا هايقولك لا انت مهاردة او انت بقى لك فترة محلوية كتير اوين الناس بتقول كده فعلا او انت بقى لك فترة محلوية انت بتستخدمي ايه اكيد الناس بتوقفك يعني لا يعني كمان لما يكون في حد بيستخدم مناسي في ناس كتير بتقول ان هي بتسمع التعليقات دي انه انت محلوية انت حلوة فيه انت عاملة فيه ايه في الفترة الأخيرة التعليقات دي انا بشوفها دايما من الناس بصراحة ببقى مبسوطة جدا لان كل الريسارشز دي حقيقي كللت بنجاح الماسي دورو جود يعني بتبقى انت مبسوطة ان بتشوفي رد ردود افعال الناس الناس بتشوفي الناس اللي استخدمت الكريم ردود افعالهم فبتتبستي دي اللي بيقولك انا حسيت بنضارة يا دكتورة اللي بتقولك بعد كده ان بتدت الحاجات الفايلانز البسيطة دي بتاريت تحس ان انا خلاص يعني يبقى الموضوع مش محتاج وطبعا دي ما قلنا ان احنا كل ما نبدأ بدري كل ما احنا ما نعرضش نفسنا يعني فيه ناس على فكرة ما بتحب الشكشكة القابر في كتير في كتير بيخافوا في كتير بيخافوا من الشكشكة دي فانا بقول طيب لو كده فممكن نستخدم فسهو ما بيتعرضش مع البوتوكس والفيلر لا لا خالص انا دايما نقول ممكن تعملي عادي بوتوكس ممكن تحطي فيلر وتستخدمي ناسي دورة جول يعزز من المدة لان المادة اللي موجودة هي كمان هيرونيك أسد اللي موجودة في الفيلر فحيعزز من المدة بتاعة الفيلر والبوتوكس لفترة اطول بالعكس انت عايزة تطويلي الفترة وعايزاهم تشوفي النظارة دي يعني بدل ما يعودوا ست شهور ممكن يعودوا سنة طبعا انت بتعززي كل الكلام ده نفس المواد دي موجودة ولكن ده كريم زي ما احنا قلنا يعني حتى البوتوكس انت بتاخديه هتحقاني ولكن الفرق ان فيه مادة شبهه وتدي نفس التأثير اللي هي الأرجلين أو الأستهال طيب فيه ناس كثير بتقول طب انا بعد ما وقف استخدام هل بقى المشاكل هترجع تاني خلص بالعكس انا شايفة ان ان انت لما توقفي استخدامه هترجعي تستخدميه تاني يعني هتوقفي استخدامه الفترة شوية بس هترجعي تاني تستخدمي ماسي درو جولد لانه هيبقى حاجة لايف ستايل انا متعودة ان انا استخدم كريم يديني نوريشنج ويديني تغذية ويحافظ على لان الكافيار بيحافظ بنسبة 67% في الريساشز الاخرانية بيدي بيحافظ الخلايا على المحافظة على الكولوجين اللي موجود فيها بنسبة كبيرة فانا حافظت على الكولوجين حافظت على الكولوجين اللي موجود في بشرتي وحافظت على مستوى الالاستن في بشرتي وحافظت على مستوى الميا فانا كده بالعكس انا كده عاملة نفسي بروتيكشن اه عاملة حماية عاملة حماية ومن بدري حاجة البنات اللي بتقول طبعا انا لسة صغيرة انا ليه هستخدم الحاجات دي من بدري ده من بدري دايما تهتمي من بدري يعني انا شايفة ان الاهتمام بالعكس انتي لما تهتمي من بدري مش هيبنى عليك بعد كده سنين ده هي دايما مشكلة المشاكل ولمقارقة كل الستات ورجالة دلوقتي مؤخرا ان حد يقولك انتي عندك كم سنة سؤال ده مصدم اه يعني شوية اه يعني بس عادي انا بشوفه عادي بس فيه ناس طبعا بتتدايق ايه ناس بتتدايق انت دايما بتبقي لأ فيه انا عايزة ان فيه عشرة يبقوا مش موجودين عشر سنين طيرين بزاق على علف شكلنا ايوة يعني على علف شكلنا ايوة انا عايزة عشر سنين تجوا فيني فيه اهوة انا شلت من عمرك عشر سنين فعليا وده الشعار بتاع ماسي دوري جولد طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل الكلام ماسي دوري جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دوري جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الذهب الخام عيار 23 وكفيار ولكولاجن والهايلورونيك اسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دوري جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دوري جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات دورو جولد ستظهر مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يعني شايفين لكم ما شاء الله فروع كتير في أماكن كتير مش بس في مصر تريدي بقى الفروع بتاعتكم فيها آه الحمد لله ماسي دلوقتي يعني إحنا عندنا الفرع طبعا هنا في القاهرة ماسي فارم إيجيبت مقره هنا في القاهرة وعندنا ماسي فارم جولف ومقره في جبل علي وكمان عندنا ماسي فارم دي في الإمارات صح؟ أو دي في الإمارات وعندنا ماسي فارم إتلي دي موجودة في إيطاليا وإن شاء الله بإذن الله قريبا حنبقى ماسي فارم في أمريكا في فلاديلفيا طيب الترخيص يا دكتورة هند دي حاجة مهمة جدا أنه أي حد يشتري حاجة بقى متأكد من ترخيصها وإن هي مضمونة أصلا مترخيصة دي يعني مضمونة طبعا صحة ولا غالب؟ طبعا أنا مهمة جدا في ماسي دورو جولد كمان ده مهمة جدا لنا علشان الحمد لله إحنا لازم يكون فيه بيننا وبين الكاستمر فيه ثقة فالترخيص ده كمان ليهم مصدر ثقة فإحنا عندنا الحمد لله إحنا مرخصين من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي وحكومات دبي يعني ثلاث جهات مختلفة فدي أظن تضمن لو أي حد بيجرب ماسي دورو جولد إن هو إن الكريم نفسه يعني مرخص من أكتر من جهة فدي نتيجة يبقى فيه نوع من الثقة لما تيجي تستخدمي المنتج وده مهمة إحنا كنا حارسين جدا في ميسي دورو جولد إن ده يكون مهمة جدا علشان الكاستمر يبقى متطمر وواثق من حاجة ويبقى واثق طيب ليه دايما فيه ناس كتير بتسأل عليه وإنتوا بتقولوا إنه مش هتلاقوه غير عند الأرقام أو على من خلال الأرقام لعكس أنا يومنا شايفة إن إحنا مساهلين جدا الموضوع ده على الناس يعني بدل ما تتصلوا أو تجيبوه من أماكن يعني من الماركت من عندنا هيبقى وسائل اتصال أسهل كتير يعني هو مش موجود في الماركت لأ مش موجود غير لدى الشركة طبعا فأسهل كتير إن إنتي تتواصلي إن إنتي لما حتتواصلي كمان لو عندك سؤال عايزة تسأليه بخصوص ماسي دورو جولد بتكلمين دكتور تسأليه فيبقى فيه تواصل مباشر بينك وبين ماسي دورو جولد نفسها فأنا شايفة إن إحنا وفيه وسائل طبعا الفيسبوك تواصل اتماعي موجود خلونا نشوف الصفحات يعني طبعا إنتي لكم كذا صفحة على الفيسبوك آه قالينا كذا صفحة واحدة فالفيسبوك موجودين الحمد لله الأرقام مباشرة موجودة على طول إنتوا بتكلمونا لو حابين إن إنتوا تتواصلوا أو إن إنتوا تشتروا المنتج فلو حابين المنتج كمان فده بالعكس أنا شايفة إن ده أسهل أسهل كتير أكيد طبعا وأسهل وكمان إنتي جايبة المنتج من مكانه صح من المصدر من المصدر من المصدر لو فيه سؤال بتسأليه دكتورة بيتجاوبوا معيك جداً وكل ساعة صدر وبيكونوا حارسين جداً إن هم يوصلوا كل المعلومات للسادة المشاهدين ولي الكاستومارز اللي بيشتروا طبعاً المنتج طيب إذن هو كورس كامل ما ينفعش إن إحنا نستخدم يوم ونسيب يوم أو إن إحنا يعني ما نستمرش على الكورس ده لإنه هو علاجي بخلاف إنه هو كمان تجميلي هو ده طبعاً سؤال مهم جداً إن الكورس كامل ده أي حاجة يعني دايما نقول لهم يا جماعة بليز استنوا علشان توصلي للنتيجة اللي إنتي عايزيها لإن فيه ناس بتقول ليه مش أقل وليه مش أقل هو سؤال لإن المحتوى معمول ومصمم علشان كل العناصر دي وكل الكونتنس بتاعة الكريم تبقى تجيب نتيجة في الفترة اللي إحنا تكلمنا فيها إن أنا مش عايزة حاجة مفيش حاجة سريعة سحر الكريم ده روتين إحنا لازم نمشي على الروتين اليومي بتاعه علشان تبتلي تحسي بتحسن ملحوظ فالإزازة فيها المحتويات بتاعتها والحجم المناسب اللي حديكي الأفاكت ده بعد الفترة اللي إحنا تكلمنا عليها إنتي عارفة قصة إنه هي 120 ميلي دي حجمها مناسب بيد لإنه فيه ناس كتير بتقول لي طب ما تعملون حاجات صغيرة بتكون بسعر أرخص فلو حاجات صغيرة هل هتدي نفس النتيجة زي الماسي بالرقب بالحجم ده؟ من أعتقد لأ طبعا لإن إحنا دينا كمية من العناصر الموجودة والمحتوى اللي موجود في الكريم موجود فيه 120 ميلي لو أنا قللت الكمية أنت مش هتشوفي النتيجة المرجية من اللي أنت عايزة تشوفيها مننا زي ما أنا بتكلم في الميلي يعني هي 120 ميلي دي محسوبة طبعا طبعا عشان تشوفي نتيجة مرئية تشوفيها بعينك لو أقل من كده ما قدرش أقول لك أن أنت هتخدي أكتر فترة طويلة جدا وإنت الطبيعي بتبقي عايزة حاجة تجيب نتيجة في فترة بسيطة وثلاث شهور في الكريم ده دي فترة هايلة دي هايلة دي هايلة في ثلاث شهور هايلة فأنا شايفة بالعكس أن ده من ضمن الحاجات الجميلة اللي منجحها المنتج بالزبط أن هو بيقعد معاكي فترة طويلة بالزبط وبعدين كمان الميزة أنتو مش حد معينة اللي بيستخدمه أو طبقة معينة أو ناس شريحة معينة خالص أنا عن نفسي بشوف ناس حيوين ذا الفل عاديين جدا أنا بلاقي في أماكن بتتصل بينا أنا معرفش حتى هي موجودة مكانها فين يعني موجودة هنا في مصر لكن أنا ببقى مستغربة أن الحمد لله ماسي قدر يوصل لهم طبعا أكيد وده دليل الانتجاح وده الحمد لله دليل النجاح يا دكتورة هيند أنا بشكرك على وجودك معي النهاردة دفتي العزيزة دكتورة هيند نصير أي حد عنده سؤال أو استفساري قدر يتواصل معي من خلال صفحتي إليه هتظهر لحضراتكو على الشاشة دلوقتي بنقابلكو يوميا تلات عصرا والإعادة بتكون تمانية صباحا واثناشر مساء والحلقات كلها هتلاقوها على اليوتيوب أشوفكو بكرا إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معكم يومنا طولان السلام عليكم ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة صفحة وفرم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة